بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج عبر تقنية الاتصالات المرئي مع رئيس تنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات العربية عربسات المهندس خالد بالخيور استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات عبر الساتلايت وأكد العوج على ضرورة وضع جدول زمني للمشروع بما يسهم في تغطية الخدمة لمختلف المحافظات اليمنية من جانبه قال بالخيور أن العمل يجري بصورة حثيفة لتقديم الرؤية النهائية للمشروع وتحديد المناطق التي سيتم تغطيتها في المرحلة الأولى بناء على مقترحات فريقي العمل المشترك حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليمن طارق بكران ومدير عامل إدارة الفنية بالوزارة والطرموم ومنسق المشروع المهندسة أفراح فتحي وعدد من المسؤولين في الوزارة وشركات عربسات